مرحبا سأتحدث من خلال هذا الفيديو عن بعض الخيارات المتاحة لإنشاء وتطوير مواقع وتطبيقات الويب باستخدام PHP إذن هناك العديد من بيئات التطوير المتكاملة والمجانية مثل Apache, NetBenz, CodeLight, CodeLobster, PHP Eclipse, Sublime Text, Visual Studio Code وغير ذلك وهناك أيضا خيارات مدفوعة مثل Zine Studio, WebStorm, PHP Storm وغير ذلك إذن هذا فيما يخص برامج سطح المكتب ويمكنك بدلا من ذلك استخدام أحد مترجمات PHP Online مثل One Compiler هنا يمكنك كتابة كواد PHP وتنفيذها باستخدام هذا الزر الران هنا نتيجة تنفيذ هذا الكود ويمكنك حتى تنزيل تطبيق One Compiler لأندرويد أو iOS من متشر جوجل أو متشر أبل وكم لاحظة بخصوص هذا المترجم فهو فقط يشغل إصدار PHP 7 ما يعني أن استخدام أي ميزات من أحدث إصدار من PHP لن تشتغل على هذا المترجم إذن لاستحالة الحديث عن كل بيئة التطوير المتوفرة وميزات كل بيئة فسأكتفي من خلال هذا الفيديو بالحديث عن محرر النصوص Visual Studio Code وهذا سيعطيك فكرة عن بقية بيئة التطوير سيما وأن المفاهيم والميزات هي نفسها تقريبا في كل بيئات وبرامج التطوير إذن لنقم بتنزيل Visual Studio Code إذن موقع Visual Studio Code سيحدد بشكل تلقائي نوع نظام تشغيلك ويكفي الضغط على هذا الزر لتنزيل أحدث إصدار مستقر من Visual Studio Code بدلا من ذلك يمكنك تخصيص عملية التنزيل وتحميل لنظام تشغيل معين ويمكنك حتى تنزيل أحدث إصدار غير مستقر إذن بدلا من ذلك سأكتفي بالضغط على هذا الزر لتنزيل أحدث إصدار مستقر وننتظر لغاية انتهاء التثبيت لنقم الآن بتثبيت البرنامج Accept Next هنا يمكننا إضافة أيقونة البرنامج إلى سطح المكتب وهنا يمكننا إضافة أمر Open with Code إلى قائمة السياق في ويندوز زي هذه القائمة Next إذن هنا شاشة ترحيب للبدء باستخدام Visual Studio Code هنا يمكننا تحديد التيم وتصفح المزيد من التيمات إذن لنقم بإغلاق شاشة الترحيب هذه وهنا ستظهر الملفات يمكننا إنشاء مشروع جديد مثلا Up ونقوم بإضافته ببساطة بإسقاط المجلد هنا أو بدلا من ذلك الضغط على Open وتحديد المجلد بعد إضافتنا لمجلد المشروع سأقوم بإنشاء ملف جديد الضغط على هذه الأيقونة أو أذهب إلى File New Text File أو استخدام الإختصار Control-N إذن لنقوم بإنشاء صفحة PHP index.php سأكتب هنا كود PHP والأمر echo وأقوم بالحفظ قبل تشغيل هذه الصفحة سأقوم أولا بتكبير حجم الخط سأذهب إلى أيقونة Settings وأبحث هنا عن font size هنا font size بدلا من 14 لنختار مثلا 16 إذن هناك عدة خيارات لتشغيل هذه الصفحة أحدها باستخدام الترمينال وقد رأينا مثل هذا الأمر في الفيديو السابق PHP is كبيرة localhost والport مثلا 3000 ونقوم بالضغط على زر enter ويمكننا الضغط على زر control والضغط بالمونس على هذا الرابط إذن هنا نتيجة تنفيذ الكود hello php from vs code وبدلا من استخدام هذه الطريقة يمكننا تنزيل أحد أهم الإضافات ل visual studio code إذن يمكننا الذهاب إلى extensions والبحث عن إضافة اسمها php server نقوم بتثبيت هذه الإضافة إذن تم تثبيت الإضافة يمكننا الآن بسهولة الضغط على هذه الإيقونة لتشغيل هذه الصفحة إذن نلاحظ هنا نفس الشيء وفي حال ظهر لك خطأ من هذه الإضافة فبإمكانك العودة إلى php server وأضغط على هذه الإيقونة واختيار extension settings ولا أدري حقيقة لماذا ظهرت الإعدادات واختفت سريعا على أي إن إذا ظهر لك أي خطأ بخصوص هذه الأدات php server فبإمكانك إضافة مصار تثبيت php إلى حقل سيكون هنا تحت configure php path إذا هذا هو الخطأ الوحيد الذي قد يظهر لك بخصوص استخدام هذه الأدات إذا نقوم بإغلاق صفحة الأدات إذا من الآن قد يظهر لك أهمية استخدام محرر نصوص أو بيئة تطوير حديثة لكتابة أكواة php إذا نلاحظ هنا تمييز الألوان فعلى سبيل المثال المتغيرات في php سيتم إبراز لونها مثلا name أحمد ونفس الشيء بخصوص functions أو الدوال مثلا إذا كما نلاحظ هنا مسألة الـ syntax highlight مهمة جدا بحيث أن النصوص التي نقوم نحن بإدخالها والتي لا تعتبر جزءا من php يتم تلوينها بلون معين بينما الأوامر والـ syntax الخاص باللغة نفسها يتم كتابته بلون مختلف وهذا يساعد على قراءة وتمييز الكود بينما لو اكتفينا على سبيل المثال باستخدام النطبات فقط التي بالمناسبة يمكننا استخدامها لكتابات أي كود php لكن سيكون من الصعب جدا قراءة الأكواد على غرار استخدام محرر نصوص أو بالتطوير حديثة مثل Visual Studio Code إذن من بين الإضافات الأخرى المهمة لـ php يكفي التهاب إلى extensions والبحث عن فقط php وهنا يمكننا نعرفة إذا كانت الأدات مهمة جدا بالنظر إلى عدد التنزيلات نلاحظنا أكثر من مليون php هنا أدات مهمة جدا php بسبب إيمال المفاصلة المنقوطة ويمكننا معرفة الخطأ بالتمرير بالموس على هذه المعقوفة هنا Syntax يتوقع من هذا السطر أن يكون هناك فاصلة أو فاصلة منقوطة وبالفعل نحتاج إلى فاصلة منقوطة وسيختفي الخطأ وبدلا من التمرير بالموصول هنا يمكننا الذهاب إلى الأسفل هنا هذه الإقونة والضغط عليها نراحظ نفس الشيء unexpected telephones أي أن هذه الأدات php telephones هي التي أظهرت لنا هذا الخطأ إذا قد تكون هذه الإضافات التي قمنا بتنزيلها كافية إذا أضفنا إليها تلك الإضافات المتعلقة بPHP والتي تأتي افتراديا مع Visual Studio Code إذن يمكنك دائما العودة إلى Extensions والبحث عن PHP ويمكنك الاطلاع على تفاصيل كل الأداة ورؤية الأمثلة من خلال هذه الصور وقبل إنهاء هذا الفيديو أودت الإشارة إلى أنه يمكنك تنفيذ أكواد PHP في الترمينال أو داخل المحرر نفسي إذن نقوم بفتح New Terminal أو ببساطة يمكننا الضغط على Ctrl G إذن نقوم أولا بإزالة هذه الأكواد الإضافية بتحويلها إلى تعليق إذن يمكننا ببساطة كتابة الأمر PHP Index dot PHP لاحظ هنا نتيجة تنفيذ الكود في الأعلى إذن قد يكون هذا كل ما تحتاجه للبدء في كتابة أكواد PHP باستخدام محرر النصوص Visual Studio Code وقبل إنهاء هذا الفيديو أود الإشارة إلى أن هناك خيار آخر من نسبة للأشخاص الذين لديهم أجهزة أو حواسيب ضعيفة يمكنهم استخدام مثلا Sublime Text هنا وجهة Sublime Text ويمكننا إضافة مشروع بسحبه وإسقاطه داخل البرنامج طبعا Sublime Text ليس بنفس قوة وإمكانيات برنامج مثل Visual Studio Code لكنه أيضا يدعم لغة PHP بالخصوص Syntax Highlighting ويمكننا تشغيل الصفحات بنفس الطريقة التي رأيناها php-s server نفتح موجه الأوامر ونضيف هذا المسار وندخل الأمر php-s localhost colon ورقم البرت وبخصوص تنزيل الإضافات ل Sublime Text فبإمكانك القيام بذلك يذهب إلى Preferences وضغط على Install Package Control وإذا تم تثبيت Package Control فبإمكانك الدخول Package Control و Install Package وهنا يمكنك مثل البحث هنا في إضافات ل PHP إذن هنا إضافات للوطأ البرمجة PHP ويكفي الضغط على الإضافة لتنزيلها إذن أكتفي عند هذه الحد وإلى فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم موسيقى